الوقت على التليفون الحج والحج. ازايك يا حج? انا وسهلا. والد كهرباء ووالد كهرباء معانا هم? على الهواء مباشرة. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير. مساء الخير عليكم. مساء الخير. انا وسهلا. الكسفة جدا جدا. اجاب. لا 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 ابدا عادي الحمد لله. الحمد لله اولا مبروك للقناة بتاعتنا جديدة. الف مبروك لمجلس الادارة. الحمد لله ان احنا سعداء جدا جدا بين قناة بتاعتنا منورة الدنيا كلها. وشكرا جدا جدا لكابتن خطيب ومجلس ادارته ان يخلانا لنا قناة بتاعتنا في ازهى صورة. الف الف مبروك للي عمينا عليها. للجميع اسم اسم. كابتن اهب الخطيب كابتن هان رمزي. مش ادر انسى اي حد بقى. الف مبروك. الله يبارك فيك طبعا وابنك الحبيب ابن النادي الاهلي موجود معنا. وحاكلنا على ذكريات جميلة جدا جدا. وانك قد ايه كنت شايف ان كهرباء ان شاء الله في المستقبل هكونوا لاعب كبير ولاعب في النادي الاهلي. فبنقول لك اولا كل سنة انت طيب. كل سنة انت طيبة حاجة بمناسبة العيد. ومنورنا. وانت طيبة كتنهاني. وقهرباء معنا بيقول لي اصلوا بكسفة او بس يعني خلينا احنا عادين في البيت الكبير. احنا عادين مع بعض كعيلة. احنا طبعا كلنا اخوات وانتو موجودين في البيت الكبير بيت العيلة. فاسم على مستقبل البيت الكبير هو الاهلي. صحيح. طبعا. طبعا. بس بامانة كده هو بجد رمضان في يعني هادي كده في البيت وبيتحرج والحاجات دي ولا شخصية تانية. اه كهرباء ولا شخصية شخصية تانية. يعني بامانة. ما تجملوش. يوم ساعة. اه. والله بالامانة احنا بنقوا بساعداء. بيبقى عندنا عيد. كهرباء بيقعد معنا بيخلي اليوم جميل جدا. بيتحك جدا. اه وبيتكلم في حاجات مش قادرة اتكلم انا اتحرج قراءة عليها. الخيرين اللي بيعملها. بيضع يضحك معنا. يقول لي ادي ادي ادي. فبيخلي اليوم سعيد. انت عايز ايه بقى ايه مني. انا عايزة بقى اعطاء معنا في البيت. ما اودوش نادي الاهلي ولا ايه بالضبط. لا واحنا عايزينه في الملعب. احنا محتاجينه برضه بقى انا في الملعب. طبعا. كابتن هاني. انا شفتك انت صديق ليه مهام كابتن فكر الصالح. احنا عايزين كهرباء تدونه نصيح انه عايزينه بقى احسن واحد في الملعب. كهرباء ده واحنا حياتنا كلها الاهلي. لا طبعا بص نصيح طبعا كهرباء العيب كبير دلوقتي. يمكن في فترة من الفترات. يعني حتى وانا في امبي كان كهرباء لسه كان موجود. كهرباء اعتقد الدروس اللي مارا بيع في حياته اعتقد ان هو دلوقتي على مستوى نتجه عالي جدا. على مستوى التزامي عالي جدا جدا. وده اللي نكمل منه. الحمد لله طبعا عشان احنا في مؤسسة كبيرة مسترمة. صحية. صحية. طبعا ماما في فرق جامد جدا جدا جدا. ماما تش عايز تتكلمة يا حاجة. مانا لسه نروح بقى للحاجة علشان حبيب قلبك يعني. قد قولنا بقى حبيب قلبك عامل ازاي في البيت. طبعا طبعا ده حبيب قلبك طبعا قبل كل شيء. ببارك لقناة الاهل الجميلة. قناة الاهل العالمية. قناة الاهل اللي مشرفانة في العالم كله. قناة الاهل القرن. نادي القرن. فلازم طبعا تبقى احسن قناة في العالم. ان شاء الله. فالف مبروك لقناة الاهل ومجلس الادارة وكابتن محمود الخطيب وكل اللي عملين عليه. الف الف مبروك. وطبعا محمود ده بقى عندي حاجة تاني يعني. يعني محمود ده انت يعني ده حاجة جميلة جميلة جميلة. يعني ما بيبقى قاعد معنا حقيقي يعني بيبقى فرح عندنا كده ان هو قاعد معنا. ليه بقى عشان بيعمل ايه؟ لان صراحة يعني قاعدته مختلفة في ايه بالنسبان. بصي كل يعني مثلا ما عندوش اسرار كل حاجة معنا. كل حاجة عندنا كل حاجة معنا كل حاجة. يعني بصي معندوش مع. ماما كتاري الدعوات الفترة الجاي بس. عشان افريكيا ان شاء الله. انا انا مارش دعاوة الليكل اخواتك والله. انا انا مش اعد ذلك ده بس. وكتاري الدعوة عشان افريكيا النادي الاهلي بس الفترة الجاي دي عادي اذنك يعني. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ببركة هذه الايام الجميلة الاهل هياخد بطولة افريقيا. ان شاء الله كل شيء باذن الله يا حبي. كهربا عايز اقول لك المعلومة لكابتن هاني رمزي. اه يا ريت. افضل. كهربا. عايز اقول لك حاجة مهمة كده لكابتن هاني رمزي. افضل. كابتن هاني. كان فيه مصش مهم جدا جدا في امبي. وطول مش هادك تروح. انت عارف ساتك من جاي خده. كابتن زكرا ناصف جاي البيت وعى الكنيش. وهاد كهربا. كان يبدو بلعب معه في امبي. وخده ودا ولعبنا وكسبنا. وجاب هاتريك. كابتن زكرا ناصف المحترم. اتصل بيه كهربا كنت مش عايز اروح انا كنت في الشغل. اتصل بيه جاي خده من على الكنيش في العربية. ودا وكسبنا ساعتها المقاولين. وجابت هاتريك ساعتها. طبعا. 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 قلنا اقول لك يا رب. كنت عايز اقول حاجة. انا اللي كنت عايز اوديه. يمكن حد يعني انك الناس كتير ما تعرفوش يعني. يمكن انا بعد والدتي خالص عن اي صورة خالص. لان هي بتتأثر جدا. يعني عن الكورة يعني خالص. ما بتتفرجش عليك. لا بتبتعف في البيت العيلي بس. يعني حتى وهي بتفرج على متشتي. طبعا مصحف قداما. او والله. ما رايش دعم حاجة. لان انا بعيدها بس اشناها بتأثر شوية. وسبحة معايا وفلاسة. انا يعني هي كنت شاءاتي بتتكسب جدا. فكنتش حابة تزهر. لان انا انا اول مرة خليها تزهر في برنامج. اصلا. واصلا ولدتي اصلا من زماني اصلا زمان كوي. بس هي ابنها يعني. فهي فهي ولدتي والله عزيم بتكلم بجد. اول ما قلت لها كناة النادي الاهلي. لازم تطلع تتكلم. قلت لانا موافقة من غير اي حاجة. بس كهرباء طبعا. يعني احنا يعني احنا طبعا فرحانين وسعداء. بساعة كهرباء مراح الاهلي بقت اهلوية. لا حتى طبعا اصل مصر مصر ولادة مصر النادي الاهلي ونادي الزمالك. يعني دول اكبر قمتين يعني. طبعا 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 احكي لك عن موقف بتاع الموطش ده كنت في اه كنا بلاي مولين كان على حسم الدوري. على حسن الدوري. اه اه احنا في الصغارين. اكترانش اين اه. فاكترانش فوالدي التعامل معي مشكلة. فقال لي وكان قال لي والله ما هتروح المشكلة. فهو حلف وخلاص موضوع اتقفل والدنيا. فحنا كنا في بيتنا في مصر الاديم استكني في الدور الاولاني. فانا كنت بزبط مع عيشام كابتن زكريا النصر كان بلع معي انه هو قريب مني كنت بركب مع عيشام كابتن زكريا وهو ونروح على الاين باشاك. فجيت الوقت كانت زبطت مع صحابي انهم هي في الدور الاولي جيبوا لي سلم. تنزل منه. اننا ننزل على السلم. من بلكونة? اه من بلكونة. انا والدي نايم عشان نروح على المطش. فانا نزلت على السلم وروحنا على المطش. ولسه فيبدأ المطش لقيت مين اللي جي? والدي. وعمل مشكلة مش تلعبه كسه طب ليه طب ليه عامل مشكلة كده رحكت ان مامو كانت سيد اتكلمه معي. وراح كسبنا المطش ده تلاتة سفر رجب تلات اهداف. كل ما جيب هدف اراح له. وبتلوه على المطش يديني تمام? قال ليه خلاص تمام. الله عزم كاته. طب امنا لا انا عايزة فعلا اسأل ولدتك لان. لا انا بس كنت عايزة اسأل حضرتك انه كهربا شخصية طيبة جدا. وهو فعلا على فكرة على المستوى الشخصي يعني ممكن يكون يعني بتحرك شوية مش عالف ايه بيه. بس هو كان طفل شاي صح? هو كان طفل شاي كان متعب بقى شاي متعب ولا شاي حباوة ولا شاي ايه. لا والله انا والله ابدا بس يدخل البيت ما فيه شقاوة. في البيت ما فيه شقاوة. خالص خالص والله في البيت ما فيه شقاوة خالص. وراجل من صغره. تحمل المسؤولية من صغره. اه. لا لا لا. مش عايز نروح ما يروحش عادي. ما فيش داخل حروب لا. يعني اصلا. مش عايز رورك. ملحقش يعرف ولا يعني. انت مرسى جنب جنب العمارة عندي. عشان كان عمره ثمان سنين وبيروح النادي. فانا كلنا بنروح نجيبه. اه طبعا. اه بالزبط كمان كمان عملية اه يعني انا مرد تقريبا بنفس فترة كهرباء اللي هو مدرسة وتعليم. فازاي دي معادية. فبتبقى صعبة صعات عندنا تمرين في نفس الوقت. يعني. يعني. يعني الحتة دي برضو كانت صعبة شوية. كنت ودي سبعة الصبح مثلا للمدرسة. اه اودي المدرسة الصبح. اه. وارجع اجيبه السهداشرة او عشر ونص يعني ساعتين يعوده. ولازم اروح اتلمه انا. لان ما خرجوش كده. طبع. لازم اروح اجيبه ويروح يلبس لبسه وناجي وبابا يوديه على النادي. عالتبريس ساعة واحدة. فما كانش فيه وقت للهروب يعني. طب الحمد لله. ربنا يخليه يا ربي. لان هو احناين جدا جدا جدا. واللي لينا كل حاجة لينا. مش مفيش حاجة يعني عنده مستخبية قالص. كل حاجة بتاعتنا كده. وربنا يخليه يا ربي يبقى احسن لاعب في العالم. مش ومصر بس. ان شاء الله. يا رب ان شاء الله كلنا بندعي لكل اللي عابتنا وكهربة من الناس المحترمة جدا. يا رب. يا رب. يا رب. زي ما بقوله البر بالوالدين. يا ربنا يا يا رب. ده شيء مهم جدا جدا يعني. طبعا والله مش والله والله مش مجاملة. ولا عشان قدام الشاشة ولا اي حاجة دي حقيقة 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 يعني. يعني دي حقيقة. مش بجامل ولا بقول عشان لو الناس كلها عارفة كده كمان يعني. عارفة ان محمود حاجة تاني يعني. صراحة يعني. ربنا يخليه يا رب. ويسلح حاله الجميع. طبعا مع العملتي ايه لم ما احترف برا? تضحك على ايه? خلاص كده في بعد العيد. في بعد العيد كده في دهتا تاني. عشان الكلمتين اللي قالتهم حلوين دهتا. في دهتا. حاجة دي. الامت. عايزين اكتغيير الغوايش بقى كلمتين حلوين كده. لا والله. اه. لا لأ لأ لا. لا هو و الله؟ هذا جايب لي هو من غير كلام حلو يعني هو اللي بيجيب لي من نفس مقاله. انه عملي ما بتطلب منه حاجة هو اللي بيجيبها لي أشياء Hahaha من خمسة أيام صح؟ من خمسة أيام صح؟ جاب لك إيه بقى؟ إيه نوع الدهب اللي جابهولك؟ أيوة جاب لك بأمانة هدية مقبولة هدية مقبولة هدية مقبولة لا هدية مقبولة وإحنا بنتكلم تتكلم إيه؟ لا إحنا طبعا بنتكلم مع كهربا كمان كل سنوات طيبين العيد كهربا قال لي إنه هو عند طقوس إنه هو دايما كل 25 يوم بيجي لك وتتبحه في مصر القديمة في بيته الطقوس بقى عايزين يا عرب كمان طقوس العيد العيد نفسه يعني كان كنت بتعملوها إزاي كهربا كان اللبس الجديد لبس العيد الحاجات دي كلها هو بيلبس هدومه طبعا جلبية بيلبس حب بيلبس جلبية أحلى كلام أحلى حاجة وهو اللي بيتبح بييده هو باباه كده ما شاء الله هو اللي بيتبح بييده عمتن يعني هو وباباه كده يعني بس فالحمد لله يعني هو بابا اللي بيروح يتبحه وبيجي وده طقوس عندنا وفي مصر القديمة يعني مش شلمان يال في مصر القديمة كل حاجة في مصر القديمة يعني هنا مصر القديمة طبعا بيتك كبير فعن هو مصر قديمة صحيح 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 هو خير وهو كويس جدا حقيقة يعني مع الناس كلها يعني ربنا يزيده يا ربي بحقي جاهي النبي ربنا اللي ليه مش في ايده يعني ده المثل ده بيقول ان اللي ليه لي مش في ايده بصراحة يعني عايزين نعيش معاك وكده اجواء المباريات خاصة المباريات المهمة لما الكهرباء بيلعب الاجواء بتكون عاملة ازاي هو قال ان حضرتك بتمسك المصحف وتفتحش التلفزيون وتعود تقري قرآن وتدعيله لكن والده الاهلاوي قوي بيعد يتابع الموتوشة ازاي يعني احكي لنا كده كواليس لا ده بيعد هو زي بس مسك بقى السبحة وبيعد يدعي السبحة على طول في ايده برضو بيدعي يدعي يدعي والحمد لله ده احنا وراء ما بيلعب موتوهم غير موتوشة ولا حاجة والله اهم حاجة في اللاعب كلها عايزهم يطلعوا كلهم لعبتنا سلام الملعب دي اهم حاجة طبعا ونديجة دي فتاعة ربنا فاهم حاجة عايزهم يطلعوا سلام يا كابتن ثم كمان يعني برضو من جوايا عايزوا يكسب طبعا اكيدا مش مين يجيب الجول اهم حاجة مش مين يجيب الجول اهم حاجة وهو برضو ما يبقى عصبي في الملعب محمود ما يخبش يخسر قانص ولا يتعادل خالص ولا ودي ولا يعني كل الموتوشة بيحب يكسب جدا 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 احنا مترابين في النادي الاهل الحمد لله انتو مش عارفين ساعدتنا قد ايه ان كهرباء رجع بيته ونشكر نشكر اهم حاجة جمهور الاهل العظيم جمهور الاهل الكبير اللي هو وقف جنب كهرباء لحد مرح الاهل دي حقيقة 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 ما ينسقاش وكابت الخطيب مجل الاهل ان جمهور الاهل دوت هو اللي كان وراء كهرباء لحد مرح الاهل دي حقيقة دي حقيقة يعني لازم نقولها في الاول وفي الاخر لا وجماهير النادي الاهل طبعا مبسوطة في الاهل الحمد لله جماهير النادي الاهل طبعا طبعا هو اهلاوي وحط الخطوة دي في دماغه اكيد يعني كلنا طبعا بحينا وراح تغرب لكن برضو 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 دخولوا الاهل نستنى كل شيء جمهور وبعض اعضاء بعد ناس مش قدر اقول اسمها ولا اقول اسمها كانوا كل يوم معنا في البيت والله العظيم والله العظيم بقولك من قلبي جمهور واعضاء وناس موجودة كل يوم بقولي اطمئن كراف الاهل اطمئن ونسمع بقى حاجات على الحاجات دي اقول انا مع الله احنا طبعا مش مش مستدقين احنا ضحنا وهنضحك عشان فضل الاهلي الاهلي ده احبتنا احد شتم فينا ربنا يستمحوا وفي نفس الوقت ربنا هو اللي هياخد حقنا ان شاء الله يعني احنا سايبين ربنا هو اللي هياخد حقنا من كل واحد غلط فينا نسينا كل حاجة عشان هو رجع جيته بس كده بس كده ربنا هو اللي لا طبعا احنا احنا طبعا اولا كفاية علينا ان Кهربا رجع لبيتو كفاية علينا 7 السعادة اللي شايفينك على حضراتكم كلامكم والسعادة اللي زهريكي على كهربا سعادة واسرار ان شاء الله انا شايف فاعنيه وانا عارف السعادة ان شاء الله بايزن الله هيعمل حاجة كويسة لنفسه للنادي الاهلي ان شاء الله بيحεب يعمل ايه تاني حاجة غير انو يلعب كورة ويتفرج على الكورة بيعمل ايه تاني؟ بيعمل ايه تاني؟ بيعمل ايه تاني؟ بيحب يتفسح بيحب يتفسح بيحب يتفسح بيحب يتفسح يعني خلينا نعرف حاجات صغيرة من حضراتك اكلت المفضلة ايه؟ يعني انت عارفة طبعا كهرباء بيحبي اكلت المفضلة اللي كان دايما يقول لك والله حاجة بعد المتش انا هحضريلي كذا كذا بيحب اوي اوي الماكارونا والبانية والفراخ المحمرة اللا 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 شغلة عالية كده هندخل انا اتفكر الفاتن ناكلش لك دول احنا نزبطين اكلنا ماكارونا ولسان العصفور اهم حاجة لسان العصفور كل الاكلات ولازم تحط تقطن اللمو بيحب اوي الحمام اوي حب الحمام اوي ولازم طبع الصلطة مع الاكل الصلطة والتحينة اهم حاجة دي اكلته بس هو طبعا ما شاء الله محافظ على نفسه بشكل كويس هو كلعيب محترف عارف ان في اوقات معينة يمكن في الاجازات ممكن الاكل ده لكن وزني ميزتش وزني ميزتش يعني بياكل الاكلات بسيطة كمان عشان وزنه ميزتش يبقى كده معتادل يعني والحمد لله خلاص ان شاء الله بقى نتعزم قريب عندكم في البيت ان شاء الله يا رب اهلا واهلا تنورونا والله والله تنورونا ويخليه ولينا ان شاء الله يا رب تحية ليكو ربنا خليك تحية ليكو جدا جدا كل سنة همت طيبين ونورتونا في بيتكو بنا خليك شكرا لكم طبعا 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 العفو ياسف الف سلام